اشتركوا في القناة مع الفارغة والذي كامين مجوجين في الديور ديالهم بغيت نستغل الفرصة ونقرأ العلوم الشرعية فيها الأيض القرآن فيها تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة والنيابة سعدتني سعدتني النيابة وشجعتني وسجعني الأستاذ المدير سجعني وعطاني الكتوبة ووصع لي الأستاذة هدي ما قصرش معايا مسكين الله ما قصر معايا الهدف ديالي الواحد هو اللي قد نقدر نبوس اليد سيدنا هذا الهدف ديالي من نجح في البكالوريا نبوس اليد سيدنا هذا المهم ديالي والغرض ديالي كان ستأهد بديت نقرأ الكتوب ونقرأ كل شي ما كان ضيعش الوقت مرة وهذا الشي اللي يكاين وخصني نقرر يعود في المشاجد سني قرر القرآن في المشاجد وهدي الغاية ديالي كان شجع الشابب ونشجع النساء والرجال يكفحوا ويقرأوا قال لك يطلب العلم من المهدي إلى اللحدي يتشجعتهما ويقرأوا ويشبروا الشواهيد ويشجعوا حتى أولادهم سأولادهم اللي يشوفوا الوالدين كي قرأتهم ما غيتشجعوا النس هذي اللي محيطين بيك العائلة والأسرة ويششجعوا ما كان قتلوش ما نكذبش عليك جاتني نقصا قلهم ما قتلوشي لانا عن نتقدم بكالوريا ولا اكتش حاجة خافتي بقاوا يقولوا شي حاجة ولا هذي ما ما بغيتش نقلت حاجة أولادي وصافي لي شجعوني أولادي كلهم شجعوني من راجل ديالي كان يقرف هذا المدرسة راجل ديالي ألوات أستاذ ألوات وفه مسكين هذي عاماين كان يقرف هذا المدرسة هذي علشان يا جيت ليلا وكنت كان عرفا وزيك شي بش جيت ليلا عند المدير وشجعني مسكين ما قصرش معايا فجأتني في بداية السنة وجدت لي عندي هنا يا من أصيلة قلت ليلا خليك بغيتني نتكلم معك قلت ليها مرحبات فضلي قلت لي أنا بغيت نترشح الاجتياز متعانة البكالوريا قلت ليها هذا الشيء إذا ما جميل وشنو يدفع كل هذا الشيء قلت لي أنا وليدتي كبرته وكل شيء بقيت وحيدة في البيت قلت أحسن حاجة ندير هي نشغل بالعلم واختارت مؤسسة عريقة اللي منتنا تكلموا على العلم كانت تكلموا على أمثالها وهي هاد التعليم اللي كتدرس هاد المؤسسة اللي كتدرس التعليم الأصيل فما كان مني إلا أنني اختارت لها بعض الأساتذة اللي هما قدامة عندهم ما يكفي من تجربة عندهم ما يكفي من حنكة عندهم المقررات عندهم المناهج وبقيت على تواصل معهم طيلة الموسم الدراسي وتأتي في مواعيد محددة من أصيلة لكي تطلقهم وكي تستشر معهم وكي تأخذ الدعم لهم على المستوى المعرفة وعلى المستوى المناهج وبقيت مستميتها إلى هذه اللحظات وانتم واشتوا بالفجأة السيدة جاءت هنا تقريباً في السبعة اللي روبرها كانت هنا واجدة اشتركوا في القناة